معسكر خالد محور العمليات العسكرية في الساحل الغربي خلال الاسابيع الاخيرة اصبح المعسكر ساحة لمواجهات لا تتوقف تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من تضييق دائرة الحصار عليه من الناحيتين الجنوبية والغربية بنظر الخبراء العسكريين فان هناك العديد من العوامل التي تؤخر السيطرة عليه ابرزها العوامل الطبيعية حيث يقع المعسكر على مجموعة من التلال الممتدة من موزع وحتى اطراف مديرية المخاء الساحلية بالاضافة الى الالغام المزرعة بكثافة في الطرق المودية اليه ناهيك عن الاستماتة الكبيرة للميليشيا في الدفاع عنه كونه اخر المعاقل المهمة والاستراتيجية في جبهة الساحل الغربي وفي حال تحريره تصبح الطريق سالكة باتجاه الحديدة الهدف المرتقب للعمليات العسكرية القادمة طائرات التحالف العربي كان لها اسهام في المواجهات وبحسب مصادر ميدانية فقد استهدفت المروحيات الحربية بخمس غارات تعزيزات للميليشيا في مفرق الوازعية بالاضافة الى قصف مواقع الميليشيا في منطقة الزهاري هنا ايضا تبدو المعلومات شحيحة قياسا بشراسة المعارك والقصف المستمر فلا احصائيات دقيقة عن اعداد القتلى من الطرفين الا ان الثابتة ان هذه المعارك لا تدور في الفراغ وان استرداد شبر من سيطرة الميليشيا يستلزم الكثير من التضحية والاسرار وذلك بالفعل هو الواقع اشتركوا في القناة